موسيقى موسيقى المنتج والمخرج المنتج والمخرج وممكن تكون في مرحلة التطوير أو مرحلة الانتاج أو مع بعض الانتاج المنتج مؤفر لهم مقابلات وفرصة أنهم يتشاوروا ويتنافسوا من خلال المسابقة دي ويقابلوا منتجين أجانب عرب مصريين موزعين من بلاد مختلفة بحيث أن الأفلام دي تلاقي انتاج مشترك، تلاقي توزيع خارجي، تلاقي دعم من سنديق الدعم وكل دولا بيتواجدوا في مكان واحد وفي الآخر بيطلع بعض الفائزين اللي بفوزوا بجوائز مادية أو خدمات بتؤدم من شركات أو جهات دعم مختلفة جائزة فاتن حمامة الحقيقة هي كان بمبادرة من عائلة الفنانة الكبيرة وإحنا يعني وفقنا عليها ورحبنا بها بتبيعة الحال وخدت شكلين أولا التمثال اللي حيتسقدم حيكون من للفنان آدم حنان وتاني حاجة الجائزة هتكون في جائزة فاتن حمامة اللي هي الجائزة التقديرية لمهرجان القاهرة السينماء الدولي والجائزة التانية جائزة برضو فاتن حمامة هتكون اسمها الجائزة التمييز لمهرجان القاهرة السينماء الدولي والأولانية هتقدم للحسين فهني وكلوديا كاردينال والتانية لنيلي كريم وفرح خان المخرجة الهندية الكبيرة نسبة أفاق السينما العربية هي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمية في دورته 37 بدأت السنة اللي فاتت في الدورة 36 وكان فكرة لأستاذنا سامير فريد رئيس المهرجان والناقض المعروف في الدورة 36 والسنة دي الدورة 37 في مفاجآت في أفاق السينما العربية حيث توجد دول لم تمثل من قبل في مهرجان القاهرة والله هي لجنة المشاهدة بتشاهد وبتختارها على أساس الجودة الفنية مش على أساس تقسيم جغرافي ولا على أساس أي حاجة الفيلم الجيد اللي يصلح لأنه يكون فيلمه متميز جدا جدا ينافس في مهرجان دولي بحجم القاهرة هو اللي بنختاره ملتقى القاهرة السينمائي دي 3 يام أثناء المهرجان بيبقى جايين فيهم مخرجين عندهم مشاريع لسه ما تنفذتش يعني فكرة وسيناريو منتج ومخرج عايزين يعملوا مشروعهم بيجوا يتقابلوا مع منتجين من أوروبا ومن العالم العربي ومن مصر طبعا وبيبقى فيه جوائز مالية بس هي الفكرة من الملتقى القاهرة السينمائي إنه أكنه كده سند ودعم للأفلام اللي عايزة لسه تتعامل بالنسبة لأفلام أسبوع النقاط الدولي احنا عندنا سبع أفلام الأفلام دي أفلام طويلة روائية وتسجيلية الأفلام تتنافس على جايزتين جايزة شادي عبدالسلام وجايزة فتح فرق بالنسبة للجنة التحكيم محمد خان رئيس اللجنة زي الناقد اللبناني محمد رضا زي الناقد النيجيري شايبو حسيني فيلم تكتك المخرج روماني سعد ده فيلم تسجيلي عن التكاتك اللي موجودة في مصر وهو واحد جانب إنساني وهو بيتعامل مع الأطفال اللي هما بيخودوا التكاتك دي وبيشوف إزاي هما عايشين وإزاي يعني إنهم ما يبقاش فيه حكم مصبق على الناس دي اللي هي بيسوقوا التكاتك الورشة دي ليها نكرة خاصة تماما الحقيقة أولا دي أول مرة مع مهرجان القاهرة السينماء الدولي يعمل ورشة فإن أنا أمسك الورشة دي ده شرف لي الحقيقة وأنا كانت رسالتي أصلا إنه أنا عايز أعلم شباب العرب كلهم وبالذات طبعا محافظات جمهورية مصر العربية عايز أعلمهم إنه إنت يعني مش لازم تدخل أربع سنين معهد السينما عشان تتعلم سينما إنت ممكن تتعلم سينما من إنك تركز وتقرأ عن اللغة السينمائية وتنفذ الكلام